أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيته الملء وهو على كل شيء قديم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاف فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا له كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فزحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يؤسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غلور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطوم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت بجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معي فمن يأتيكم بماء معي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر